قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم وليد راق راقي يوجه الدعوة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في المونديال عجل الفيفا تزف أخبارا صارت لمدرب المنتخب المغربي وليد راق راقي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار وليد راق راقي يوجه الدعوة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في المونديال قرر الناخب الوطني وليد راق راقي توجه الدعوة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله للتواجد رفقة أصد الأطلاص بنهائية كأس العالم قطر 2022 ويأتي هذا بعد الاتصال الذي جمع كل الطرفين مباشرة بعد نهاية المباراة الوديتين التي جمعتها المنتخب الوطن بنظيريها البراغوي والتشيلي حيث حاول من خلالها الرقراج إيجاد التشكيل المناسب والوقوف أكثر على المؤهلات الفنية والبدنية لجميع لعبيها وجاء ذلك بعد تعالي أصوات الجماهير المغربية المطالبة بالصداء عبد الرزاق حمد الله في ظل تواضع مستوى كل من يوسف انصيري وريان ماي اللدان فشل في تسجيل أي هدف خلال المباراة الودي الماضية رغم كثرة الفرص عجل الفيفا تزوف أخبارا صارة لمدرب المنتخب المغربي والدرقراجي زف الاتحاد الدولي لكرة القدم أخبارا صارة للمنتخب المغربي والدرقراجي وتقدم المنتخب المغربي في ترتيب الاتحاد الدولي للمنتخبات العالمية باحتلاله للمركز الثاني والعشرين عالميا ويعود هذا الترتيب الجيد لوليد القراغي ولعب المنتخب المغربي بعد المرضود الجيد في مباراة تشيل والبارغوي ويواصل المنتخب المغربي تصدره لقائمة أفضل المنتخبات العربية في حين يأتي مركزه إفريكيا في المركز الثاني كما حفظت البرازيل على صدرات التصنيف العالمية ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنكلترا فيما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس وتأتي هولندا تمينة ثم البرتغال والدنمارك وتواصل ألمانيا تواجدها خارج العشر الأوائل بتواجدها في المركز الحادي عشر وسجلت أدريبنجان أفضل تقدم في التصنيف إذ قفزت خمس مركز ووصلت إلى المركز مئة وثلاثة وعشرون أما النرويج فكانت أكثر منتخب تراجح حيث تراجعت ست مركز دفعة واحدة وباتت الرقم اثنين واربعون عالميا اشتركوا في القناة